هل متفائل بالموسم الجديد؟ بص حتى لو مش متفائل هتفائل حلوة يعني أنا استمتعت طبعا بلقاء سزر حب ويمكن هو دايما يعني مش متفائل بالإدارة الكرة المصرية أو الفترة الحالية أو القادمة لأنه هو مش شايف قدام في ايه ولكن احنا كلنا نأمل حتى الصفوف الشابة اللي موجودة والكوادر اللي المفروض تبقى موجودة لازم بقعدها أمل وهو أنت لو فقدت الأمل مش هيبقى فيه إصلاح أنا من وجهة نظري أن احنا لازم نكمل ولازم الصفوف الشابة تقدر تاخد مكانتها الطبيعية وتقدر تنجز وطبعا بالعمل ووجودها في المجال الرياضي يعني أمثلة كتير جدا ما كنتش أخذ حظوظها ولكن أنا شايف أن الفترة الأخيرة كله ناس كلها بتتكلم عليها يعني حسام الزناتي من الناس الإعلام والناس كنت بتتكلموا عليها أنه ما كانش أخذ فرصة في الفترة الأخيرة أمثلة شابة يعني محمد فضل والناس اللي هي الموجودة مش عايزة أسمي ولكن عايزة أقول أن المستقبل أكيد إن شاء الله يبقى أحسن مع التعليم مع الثقافة مع الأمل مش عايزين نفقد الأمل يا كريم ما إحنا لو فقدنا الأمل هنموت حلوة صح كده؟ حلوة حلوة فإن شاء الله بإذن الله يعني يبقى فيه مرحلة جديدة من اتحاد الكورة إن شاء الله بإذن الله جماعة العمامية تقدر تنتخبها وتقدر تنجس فيها حتى إدارة الرابطة إن شاء الله نقدر وجوه جيدة تبقى موجودة إن شاء الله لصالح الكرة المصرية والإصلاح الكرة المصرية خلي بالك الإصلاح مش هيجي مرة واحدة كده أنت النهاردة لازم يبقى له إعداد ولازم يبقى فيه خطوات للتنظيم نفسه فدايما الناس بتبقى يعني النظرة بتاعتها وقتية يعني النهاردة أنا عايز أغير يبقى كل حاجة تتغير لها